الحرب اندلعت وقضي الأمر فما كانت القوى الكبرى تتفاوض من أجله خشية حدوثه قد وقع وبات جوهر الأزمة معادلة تقول الانتصار للأقوى الكفة للأطول نفسه رغم ذلك تبحث القوى عن مصار ديبلوماسي ينهي حربا لا أحد يتكهن كيف يريد بوتين أن ينهيها تبدي كيف استعدادها للحوار تفتح موسكو بابا له لكنه توقف سريعا بعد سحب كيف موافقتها بسبب شروط تقول إنها غير مقبولة وتقول روسيا إن كل ما في الأمر هو أن أوكرانيا ترفض إجراء المفاوضات بمينسك وتقترح وارس بدل ذلك رفض أوكراني لا يبدو أن معادلة الحرب قد فرضت فرئيسها الذي أكد مواصلة المقاومة الميدانية وإفشال خطط الروس في عاصمة بلاده يتواصل مع أطراف دولية تربطها علاقات وثيقة مع موسكو للدفع بالمصاري الدبلوماسية ويدعوهم للضغط على بوتين لوقف الحرب صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد لكن جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسية في كل أنحاء العاصمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى التوصل لهدنة استجابت موسكو فيها لأي تفاوض مع القوى البناءة حسب ما أكده وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنظيره التركي شاويش أوغلو في اتصال هاتفي بينما يقترح الرئيس البيلاروسي أليكساندر لوكاشينكو استعداد بلاده لاستضافة مفاوضات لحل الأزمة وحتى أوروبا التي بدأت تداعيات الحرب تظهر على مؤشراتها الاقتصادية عقب ارتفاع أسعار الغاز التي تتزود بمعظمه من روسيا ما تزال تدعو إلى توحيد المساعي لإنهاء العمليات العسكرية بأوكرانيا بعدما أحبطت موسكو مشروع قرار أمريكي ضدها في مجلس الأمن الدولي أدعو المجتمع الدولي بأسره إلى توحيد الجهود والمساعدة في إنهاء العدوان العسكرية الروسي على أوكرانيا لكن ذلك لم يمنع أوروبا من فرض عقوبات إضافية على روسيا وتوجيه مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا توقعاً لحرب سيطول أمدها وفق ماكران الذي اعترضت بلاده سفينة روسية في بحر المانش تطبيقاً للعقوبات الأوروبية كما تقدمت الولايات المتحدة بمساعدات عسكرية إضافية بقيمة 350 مليون دولار علينا أن نبني السلام والحماية ولكن أيضاً اتخاذ لجراءات لازمة لفرض العقوبات والمقاومة وقيادة هذه المعارك بالتأكيد ستكون هناك عواقب للنتائج المترتبة على صادراتنا للقطاعات الرئيسية التي تمثلها وصى اشتداد الأزمة يستمر بوتين في مقاربته القائمة على تضييق الخناغ على كييف ويحذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف من مراجعة نهائية للعلاقات مع الدول التي فرضت عقوبات عليها وضع يلقي بظلال كثيفة على مآلات هذه الحرب